موسيقى سنة وثلاث شهور مدة بسيطة جدا اتغيرت فيها حياتنا بكل ما تعنيه الكلمة بقينا نقابل بعض من وراء مسكات بسبب الفيروس العين فيروس كورونا اللي وصل عدد فيه الإحصائيات العالمية في العالم كله حوالي 150 مليون مصاب في العالم و3 مليون متوفي النهاردة بنعرض عليكم كل حاجة علاقة الفيروس بالقلب النهاردة معينا حلقة مهمة جدا حلقة في غاية الأهمية حلقة مع ضيف مهمة جدا حلقة مع الأستاذ الدكتور أحمد البربري أهلا بيك يا فندم النهاردة يصعدني ويشرفني يعني أن أنا أقعد مع حضرتك النهاردة الله يخلى حضرتك يا فندم أهلا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بيك نرسيل زوءك يا فندم يعني حضرتك تقدر تكلمنا عن فيروس كورونا هو زي ما حضرتك قلت أنه هو فيروس كورونا غير مفاهيم العالم كله للحياة عموما يعني الحاجات اللي كنا متخيلين أن الحياة تستحيل بدونها توقفت فجأة يعني الطيران وقف المحلات قفلت حصل حظر حصل 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 وطبعا كان في أول الجائحة كان فيه خوف شديد جدا وحالة من الانزعاج وحالة من الهلع في وسط أوروبا وأمريكا والصين ومصر وكل الدول الحقيقة طبعا أنه هو الهلع في حد ذاته شيء مش كويس يعني ممكن المرض مثلا ساي خطورته عشرة تزيد بالهلع ده وبرضه في أي مرض عموما فيه حاجة اسمها لا تهويل ولا تهوين يعني التهويل إن إحنا نزود قوي الأمور ونبالغ فيها والتهوين نقول يا عم ما فيش حاجة ده الدنيا كويسة ده إحنا هنمشي عادي وكده فإدراك الأشياء وحطها في القطر المناسبة لها في وضعها المنطقي بدون زيادة أو نقصان هو ده اللي بيحل الموضوع طبعا يعني الحقيقة بشوف إن جهود الدولة المصرية في توفير المصل أو اللقاح بتاع فيروس كورونا يعني أنا بعتقد أو بقرأ إن إحنا مش أقل من الدول اللي بتوزعوا ودلوقتي الإقبال بقى كتير عليه بالرغم من متحفظ بعض الجماهير وبعض الدكتور دلوقتي بشوف إن ناس كتير جدا بتاخدوا وإن بعد كده الحكومة هتعمل هتذهب للبيوت زي كده في تطعيم بتاعش الأطفال الحقيقة أحب أنوه إن الفيروس موجود حدتي فيه اللي هي الكائحة الثالثة أو المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة دي الحقيقة شديدة جدا واخترطها عالية وأكتر حاجة بتميزها إن الناس فقدت الخوف فبقت متساهلة جدا والناس بتروح عزقات عادي وتروح أفراح عادي وما عادتش بتخاف زي الأول فده مش صح المفروض نلتزم بالمسك المفروض نلتزم بوسائل الوقاية والحماية زي الكحول الإثيلي زي المسك اللي بنلبسه دايما وزي التباعد يعني ما زال التباعد شيء مهم جدا الحاجة بقى الجميلة إن دلوقتي اللقاح الموجود ده المفروض هيقل النسبة انتشار الجائحة كلمة جائحة دي كلمة الحقيقة كانت غير مستخدمة قبل سنة وثلاث شهور زي ما حضرتك قلت يعني أنا مثلا بقالي قد إيش أغال في الطب يعني في حاجة اسمها إبيديمك وإنديمك لكن بانديمك جائحة دي كلمة كبيرة جدا والحقيقة يعني كانت غريبة على وداني وغريبة على الناس كلها اللي حصل ده إنها البشرة بقى إن نلاقي التطعيم موجود طبعا التطعيم فيه ناس متخيلة أن التطعيم سحر ما فيش دواء نسبة نجاحه 100% مع احترام الحضرتك يا دكتور يعني فيه ناس كتير اتعاموا من الفيروس طيب المفروض إن التطعيم ده أساسا يعني فيه ناس بتسخن كتير فيه ناس بيقولك إحنا لما خدنا التطعيم جات لنا كرونا أيوه كلام مهم جدا وكويس إن إحنا هنا النهاردة عشان نرد على الكلام ده هو أولا يعني إيه تطعيم التطعيم ده المفروض إن إحنا بندي فيروس المفروض ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه الإنسان جهاز مناعي جهاز المناعي ده هو الجيش اللي بيحارب أي عدو من الميكروبات اللي يخش الجسم فالجهاز المناعي ده بيتعرف على الميكروب يبدأ يكون له الكرات الدم البيضة تبدأ تجاهز نفسها والخلال المفوية عشان تقدر تضرب الفيروس أو البكتيريا أو أيا كان الميكروب اللي داخل علينا ده هنا بلازم بنعمل حساب الطرفين القوتين هل القوة دي الأقوى اللي هينتصر اللي عنده مناعة قوية هينتصر لو الفيروس أقوى هينتصر وهنا عشان كيف بنقول إن ذوي المناعة الضعيفة بيبقوا أكثر خطورة في إن الفيروس يتمكن منهم وبرضو الفيروس ده عدد الفيروسات ده احترامل حضرتك يا دكتور يعني الكورونا أكتر بيتيب الصغار في السن من سن كام لسن كام وبنقدر نتغلب عليها من سن كام لسن كام الفيروس بيصيب الناس كلها ويصيب كل البشر ده جائحة جائحة وهو فيروس يعني بيعيش على الأسطح الصلبة والأسطح الجافة وبيقدر ينتشر بوسائل متعددة عشان كده هو بييجي للطفل وبييجي للشيخ الكبير لكن القصة هنا مين اللي هيتأثر أكتر الطفل اللي هو مثلا واحد عنده عشر سنين خمستاشر سنة ده ده عفي بيبقى المناعة بتاعته قوية إلا إذا كان مريض إلا إذا كان مريض بالسكر أو مريض بالقلب مثلا العيوم الخلقية بتأثر عليه طبعا الكورونا فهو قوته دي بينتصر بيها على الفيروس لكن لو واحد كبير في السن عنده مثلا ضعف في عضلة القلب بصورة أو بأخرى عنده أمراض سكر عنده أمراض اللي هو بياخد علاج كيميائي أيوة أيوة بيبقى صعب الكورونا اللي بيشفاء منها اللي هو العلاج الكيميائي بتاع الأورام عنده بياخد كورتزون عشان الحاجة زي مثلا الزئبة الحمراء أو الأمراض المناعية الحاجات دي بيبقى هو منعته قليلة فما بيقدرش يقاوم الفيروس لما بييجي بصورة زي الطفل التاني وطبعا زي ما قلت لحضرتك إنه بيبقى خطين زي حرب فيه طرفين فيها إحنا بقى بنعمل إيه في التطعيم ده أو اللقاح أو الفكسين بندل الجسم ده الفيروس ده بصورة بيبقى يا إما ميت يا إما بناخد الأنتجن اللي هو أقوى حتة الجسم بيعرفها يعني مثلا اللي هو اللقاح الأمريكي بيعتمد على الـ RNA اللي هو جزء من الحمض النووي الجسم بيتعرف عليه طبعا للفيروس الميت ولا الحمض النووي ولا أي حاجة بتمرد مستحيل تمرد لكن لما حضرك تقولي إنه واحد قالك أنا جالي المرض بعد ما خدت التطعيم ممكن أسوشياتي اللقاح أولا ما بيشتغلش في وقتها على طول يعني بياخد أسبوعين عشان يبدأ يجيب يوصل بالأجسام المضادة في الجسم للحد المطلوب لمكافحة الفيروس أو لمواجهة الفيروس رقم اتنين إنه مفيش فكسين أو دواء أو أي حاجة بتجيب نتيجة 100% يعني حضرتك ممكن أديكي دواء ضغط مش هيجيب نتيجة 100% هيجيب نتيجة 70 مثلا 80 90 التسعين دي يعني فيه 10% احتمال يصاب بالمرض فهنا بيبقى هو أصيب نتيجة إن أي دواء في الدنيا أي عقار نسبة نجاحه مش 100% فبعد كده اللي خايف ياخد الفيروس أو ياخد التطعيم سوري عشان ما يجيلوش الفيروس لا لا كلامك مش محله ليه الفيروس بيسخن ليه في بعض الناس بيقدي إلى حرارة أو بيقدي إلى بأكشن في الجسم يسير بتسخن جدا يقولك أنا واخد المصل النهاردة واخد التطعيم النهاردة لا ده أنا سخن لا ده أنا مستطع لا ده أنا جاتي كورونا رد لا كورونا اتفقنا مش هيجيلو كورونا من التطعيم ده خلاص الموضوع ده منتاج لو جالوا بيجيلوا يا إما حاجة أسوشيتي دي يعني حاجات بالصدفة أو إنه هو لسه ما وصلش للمرحلة اللي هي إنه يوصل أجسام مضادة في الجسم لعدد لقوة معينة أو إنه هي فيه لأي حاجة في الدنيا لها نسبة نجاح ما فيش حاجة 100% أبدا ما فيش ما فيش ما فيش لا ده ولا غيره ولا غيره ولا غيره هنا بقى نوصل بس حضرتك إن اللي بيسخن ده فيه حاجة اسمها رد الفعل الالتهابي رد الفعل الالتهابي ده يعني ممكن سوري لو نحلق راستك مش بإيدك بتحمر وتخضر وتصفر وتورم وتبقى تجزة وكذا وكذا ما فيش مكروب ده رد فعل التهابي نتيجة مثلا النحلة اللي قرصيتك دي مثلا مثلا أي دوة في الدنيا ممكن يعني أنا خدت اللقاح وما حصليش رد فعل التهابي مش كل الناس بيحصل فيهم رد فعل التهابي وخد بالك بقى ما هو أصلا أنت مستنية رد الفعل الالتهابي ده إن الأجسام المضادة عندك تصحصح وتواجه هذا الفيروس المقتول أو الفيروس الميت أو جزء الار إن إيه بتاع الفيروس ده فأنت مستنية كده لكن حد جاله لوكال كده موضعي بزيادة شوي فده ما يخوفش ولا يزعل والحرارة دي مش بتحصل في كل الناس لا 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 وحتى لو حصلت حاجة ما تزعلش حد سعب بيجي بتكسير شوية في العظم ما هو رد فعل التهابي بس رد فعل التهابي بدون كائن حي بدون فيروس بدون الفيروس على فكرة بيعتبروه يعني كائن إن بتوين الحي والميت زي بكتيريا زي 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 يعني حضرتك لو حد ضرب إيدك جامد مش إيدك بتحمر طيب يا دكتور يعني معنا اتصال على الهواء مباشرة هلو أيوة هلو أيوة مساء الخير يا فاند اهلا بحضرتك نتفضل حضرتك يا فاند حضرتك يا بس ربما تروح في التحفزك اللي من أبس هي فيلو متشوفتين وهناك وضرب حاجة لسه حاجات بيسر حضرتك سنطل ايه مفاصل اللي هو نوضع وقفة نواضع وكيفة وقلق أهنا وحسب نوضع نفسي يعني يعتبركم اعراه ايه شكرا جزيلا هو صوتك مش واضح قوي بس انا يعني مستوعب السؤال لان هو مئة مرة نتكلم فيه هو احنا فيه جائحة جائحة شوف كام مليون مصاب في العالم ودول متقدمة زي ايطاليا شوف كام مليون مصاب وكام مئة الف ميت انت في جائحة الجائحة دي ممكن فيها بتخرج برا الاطار اللي هو العلمي المدروس او المتبع لانتاج الدواء بصورة منطقية برضو ما هو انت في حرب الحرب دي مش هتستنى انك تروح تعمل الحاجة المثلة وتسيب نفسك تموت لا طيب يقول لك اه يبقى انت عملت حاجة بايزة لا 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 فكرة التطعيم او اللقاح او الفاكسين دي فكرة موجودة من مئات السنين يعني حضرتك وامتى نفسك اتخذت التطعيم بتاع شال الاطفال والدفتيريا والدارن والحاصبة انت خدتهم ولما خدتهم ايدك ورمت وفي بعض الاحيان كان بتحصل ورم جامد ويحتاج انت يعني بيجي لك التهاب عليه كمان وايدك بتحمر وبتسخن انت جاي ليه على ده ده فكرة قديمة جدا فكرة اللقاح في حد ذاتها فكرة قديمة جدا فيه الانفلونزا الموسمية مش بيطلع 3 اربعة كل سنة بيتجدد والناس بتاخدوا الناس اللي هم اللي عندهم القلب او اللي بياخدوا على الكيماوي او 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 بياخدوا فيروس اللي هو اسمه الفكسين او التطعيم بتاع الانفلونزا الموسمية بيحصل كده فالفكرة نفسها مش اختراع طيب فيه حاجة اسمها العلم اسمه اللي هو الدليل الدليل العلمي فلازم كل حاجة بتجرب على حدة ما فيش حاجة اسمها كياس في الطب ما فيش كياس فيه حاجة اسمها التجربة فيه حاجة اسمها التجربة التجربة هو مجاش بعد الفيروس ما طلع بيومين قالك خد التطعيم خده لا 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 هو كان الفكرة موجودة وهو طلعه فعلا لكن لازم كان يجربه قبل ما يطلع على عدد من المتطوعين ده حصل بالفعل لكن هو ما تبعهمش فترات طويلة المفروض فيه حاجة اسمها شورت تيرمو لنجو تيرمو فل وقب يعني انا تابع على فترة قصيرة وفترة طويلة الفترة القصيرة زي الفل زيه زي الحصبة زيه زي كل التطعيمات طيب يا دكتور لكن طويل الحاجات الطويلة دي اللي هو اللونج تيرم ما اتبعش مش بمزاجنا لازم ناخده عشان التطعيم هيعمل ايه اثار جانبية الاثار الجانبية نسبتها قليلة لما حد يقولك ده بيعمل جلطات قوله حضرتك الاسبرين بيعمل نزيف في المخ بس نسبة كم في المية نسبة كم في المية تمام يا دكتور تمام يا دكتور القلب والقوعية الدموية ومدرس بكلية الطب للعلوم والتكنولوجيا يعني ايه اكتر حاجة بتصيب القلب بالنسبة للكورونا كلمنا عن علاقة الكورونا بالقلب ايه هو طبعا الكورونا هي بتعمل رد فعل التهابي في الجسم كله ممكن تعمل دور زي دور برد اللي هو فلو يعني حاجة زي الانفلوانزا اختارها لما بتيجي تمسك في الرئتين لما بتمسك في الرئتين دي اختارها ممكن زي ما بتعمل التهاب في اي مكان ممكن تعمل التهاب في عضلة القلب وقيلة هذا وشفناه لكن النسبة مش كبيرة اوي لكن هو الكورونا وعلاقتها بالقلب ان كل مكان المناعة قليلة كل مكان حالة الكورونا بتتمكن اكتر من الانسان ده يعني مثلا في مرضى ضعف عضلة القلب بيبقى الانسان ده بيبقى عنده حاجة اسمها احتقان في الرئة الاحتقان بس اذنك يا دكتور معنا اتصال على الهواء مباشرة من مونة اتفضلي حضرتك الدكتور مع حضرتك وعليكم السلام اتفضلي حضرتك يا فندم مع حضرتك الدكتور احمد ايوة يا دكتور عندي ثلاثون سلم وعريضي دعني اتصد فاق مولا مش سامن يا ربما من الوقت ما بدأوا كالتورونا مناوين من سؤالي وانا تعظيم وفي الوقت قدمت اللي محفظ عنها وفي الوقت ما قد أتصد لديه شعبي وفي الوقت وليس من كل صغير وفي الوقت بتشهد ما قامل ايه؟ انا والله العظيم ما اسمتش عالي صوتك لو سمحت يا أنسة او يا مادام خلي صوتك عالي شوية ألو واضح أن الاتصال انقطع يا دكتور اتفضل حضرتك كامل فهو مرضى ضعف عضلة القلب بيحصل معهم احتقان في الرئتين احتقان الرئتين ده بيخلي حيوية الرئة القليلة يعني قوتها أداءها شكلها فلما يجي الفيروس يمسك في الرئة التعبانة دي أو المريضة دي أو المحتقنة دي بيبقى أسهل لما يكون الرئة سليمة عفية وفي نفس الوقت اللي عنده ضعف في عضلة القلب بيبقى الامداد الدموي لكل أجزاء الجسم قليل وبالتالي الخلايا بتبقى ضعيفة والمناعة بتبقى ضعيفة وبالتالي لما بييجي الفيروس أو أي ميكروب أيا كان بيبقى صعب عايز أقول لحضرتك حتى لو بكتيريا مش لازم فيروس كورونا لو بكتيريا مسكت في الرئتين عملت التهاب رئوي في مريض ضعف عضلة القلب بيبقى شفاءه منها أصعب كتير جدا من المرضى العاديين عشان كده بننصح المرضى دول بالذات ياخدوا لقاح كورونا ياخدوا المصر ياخدوا التطعيم ده مهم جدا 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 السادة المشاهدين اللي بيشوفونا التطعيم مهم جدا لمرضى ضعف عضلة القلب ولا يوجد شيء في القلب له محاذير في اللقاح أو الفكسين أو التطعيم يعني مفيش مريض ما ياخدوش مفيش واحد يعني بيكلمني كتير جدا أو على أي وسيلة يقول لي يا دكتور أنا فلاني فلاني وعندي كذا وكذا وكذا أخذ التطعيم من غير معرفك خده كذا 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 أخذ التطعيم خده كل ما تبقى أضعف كل ما التطعيم هيبقى المفروض أنت اسمك من الفئات المستهدفة اللي أنت منعتك قليلة كل ما تكون أكثر مرضا أو أشد مرضا يبقى التطعيم أولى بيك التطعيم ما بيجيبش مرض ما بيجيبش اللي هو فيروس كورونا وزي ما قلتلك الفيروس ده ميت مش هيجي فيك يصحى جميل جميل مش يا دكتور طب هل هناك فئات محددة أكثر عرضة لمرض القلب طبعا هو أمراض القلب فيها كذا قطاع قطاع زي ما بقول كده في حاجات بتيجي للكبار أكتر وهي أمراض تصلب الشرايين أمراض تصلب الشرايين بتصيب أكتر كبار السن لأن تصلب الشرايين بياخد وقت الوقت ده بياخد عشرات السنوات فيبدأ ظهوره من بعد الاربعين وإحنا طلعين كل ما ده بيزيد وده ما يمنعش إنه ممكن يحصل في 30 أو أقل من 30 لكن الأكثر كبار السن اللي عندهم مرض البول السكري أو السكر بيبقى أكثر عرضة لحدوث أمراض الشرايين التاجية اللي عندهم بيبقى عندهم أكثر عرضة لحدوث أمراض الشرايين التاجية اللي هي الزبحة الصدرية وجلطات الشوريان التاجي والإحتشاء القلب اللي بيسموها اللي هو السكتة القلبية أعيú تماما اللي بتبقى بتسببها بأمراض الشرايين التاجية التدخين تماما الكوليسترول اللي بيأكل الكوليسترول التاريخ الوراثي في الأسرة يعني الأسرة اللي بيبقى عندهم القلب أو موت مفاجئ او بيعمل اسطرة او 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 بيبقى نسبة حدوث هذا فيه كمية من الوراثة فكل دول بيبقوا قطاع بيزيد فيه اكتر امراض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين فيه امراض تانية زي الحمى الروماتيزمية دي بتيجي نشطها في سن 5-15 سنة فيه امراض اخرى زي الامراض الوراثية دي بتيجي منذ الولادة لكن لو هي حاجة جامدة تظهر مع الولادة على طول ولو حاجة بسيطة ممكن تظهر في سن متأخر شويتين فكل حاجة من دي لها حاجتها طب ازاي دكتور نقي الناس الكبيرة من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله طبعا يعني هي دايما طول عمرنا واحنا بنسمع او بنشوف ان الوقاية خير من الالاج فيه حاجة يعني نتكلم ببساطة الامراض الوراثية فيه امراض وراثية يعني بتورث فاني ما يحصل تباعد يعني ارايب يتبعدوا في الزواج وكده يعني ما بقاش فيه زواج ارايب لو امراض وراثية لو امراض خلقية زي مثلا اللي هي في التكوين زي الام اللي اتعرضت لاشهاع وهي حامل الام اللي خدت ادوية معينة وهي حامل دي طبعا تبقى حريصة جدا في اي دواء او تعرض لاي شيء اثناء فترة الحمل وخاصة في الاول ثلاث شهور بعد كده بالنسبة للحمى الروماتزمية دي بتيجي نتيجة التهاب الحلق او اللوزتين اكتر من ثلاث مرات في السنة فدي بتعمل حمى الروماتزمية ممكن تأثر على القلب فدي بنحمي منها عن طريق الثقافة عن طريق ان الشخص ده عارفة نفس القصة بتاع الكورونا التباعد التغذية السليمة السوائل اللي فيها فيتامين سي الخضروات والفواكه التازاجة التهوية الجيدة السرعة الاكتشاف المبكر لو فيه لوز او بتيجي بنروح لدكتور الانف ونشيلها بناخد حقا طويل المفعول بالنسبة بقى لامراض الشرعين التاجية وهي الاكثر انتشارة على مستوى العالم كله مش بس يعني هي في الدول اسمها developed country الدول المتقدمة او الصناعية دي وهي اول سبب لحدوث الوفاة في العالم كله دي بقى بننصح بيها اللي بقى عشان حضرك قلت كبار السن الرياضة ممارسة الرياضة الرياضة اللي مش عنيفة الرياضة اللي مفيش فيها competition اللي مفيش فيها تنافسية يتمشى الهرولة بس يبقى كل يوم نص ساعة مثلا انه هو مثلا الملح الطعام ده شيء غير صحي اطلاقا الكوليسترول او السمن المهدرج او السمن الصناعي ده شيء غير صحي اطلاقا مثلا الفواق التزاجة دي حاجة كويسة تصبيط الضغط وتصبيط السكر دي حاجة ممتازة الامتناع نهائيا عن التدخين دي حاجة ممتازة اللي فيه حاجة اسمها sedentery life اللي هي الحياة المرفهة الحياة المرفهة اللي انت واحد قاعد يشغل كذا بالريموت يقوم كذا عنده كذا لا تقوم باعمالك بنفسك تحاول تتحرك تحاول تروح تحاول تيجي برضو الضغط العصبي والزعل والنرفازك كتير الاسترس ده يعني تلاقي دايما اللي بيجي لهم زبحة او جلطة تلاقي الشخصيات الهمة اللي عندها ضغوط نفسية زي السياسيين او زي كبار جل بنوك او الاقتصاد او الدكاترا او اي 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 فالحاجات دي لازم ناخد بنا منها ودي نصائح او رشدة مجانية لحماية نفسك من حدوث الازمات القلبية طيب يا دكتور كلمني عن الكورونا وتأثيرها على مرضى القلب وكلمني عن الاسطرة التشخيصية والاسطرة العلاجية هي حضرتك طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الكورونا تأثيرها على مرضى القلب بيبقى اكتر من غيرهم لان في مرضى القلب وخاصة ضعف عضرة القلب بيبقى فيه ارتشاح رئوي او احتقان في الرئة فبتخلي سهل ان الفيروس يتمكن من الرئتين وده الاخطر بالنسبة للاسطرة الاسطرة دي بقى قصتها تانية خالص غير الكورونا بس فيه علاقة بس مش علاقة يعني بصورة مباشرة جدا ايه هي بقى الاسطرة الاسطرة دي مزتها او ما يميزها ان هي اصبحت منتشرة جدا في كل ربوع جمهورية مصر العربية بقت في المراكز يعني بقت في كل المحافظات يعني حتى في القاهرة والجيزة بقت في المراكز مش فقط في القاهرة والجيزة موجودة في المحلة موجودة في طنطة موجودة في مرصة مطروح في اسكندرية في اسوان في سوهاج في اسيوت مفيش في شرم الشيخ في الغردقة في العريش الاسطرة اصبحت زي ما كنا زي ما تفاكرينها ان هي حاجة يعني ابتو بقت هي الف في العلاج بتاعنا في مكانها مش انا هروح لكل مريض اعمل له اسطرة في مكانها الاسطرة بتستخدم في حاجتين بتستخدم في التشخيص وبتستخدم في العلاج بتستخدم مش بس في الشرائين التاجية الشرائين التاجية مقصود بيها الزبحة وجلطات القلب وجلطات الشرائين التاجية لا بتستخدم فيهم اكثر حاجة يعني الاكثر استخداما والاكثر شيوعا هو ده لكن في مثلا حاجة ان احنا ممكن نستخدم في العيوب الخلقية ممكن نستخدمها في توصيع السمام المترالي ممكن نستخدمها في تركيب السمام الأورطة ممكن في حاجة سمام ميترالي كل دي بين خلال الاسطرة الاكثر شيوعا هو استخدام الاسطرة في الشرائين التاجية امتى بنستخدم القسطرة القسطرة بنستخدمها في يا اما تشخيص يا اما علاج التشخيص انا هل انا المريض ده بيبقى غالبا بيجيله الام في صدره هي ايه الزبحة الصدرية ان المريض يجيله واجع في صدره يسمع في ظهره او اكتافه او دراعه او في دقنه بيجي مع المجهود ويروح لما يرتاح يقعد من 3 ل 4 دقايق وان هو ممكن لو خد قرص تحت لسال اللوة الدينايترا بيروح دي تعريف كلمة الزبحة الصدرية القلم اللي في الصدر ده لو هو عرفنا ان هو زبحة بنعمله رسم قلب ثم موجات صوتية على القلب وبنبدأ نشوف المريض ده هل هو عالي الخطورة ولا قليل الخطورة هل هو عنده سكر عنده ضغط كبير في السن الذكور او الرجالة بيجيلهم المرض اكثر من الستات مثلا بيبقى السن اكبر كلما يكبر كلما نسبة حدوث امراض الشرائين التاجية بتزيد طيب يا دكتور يعني بيقولك القسطرة ده نعمل قسطرة علاجية عايز تركيب دعيمة ليه بنركيب دعيمة هنا بس انا بقول احنا بنبدأ الاول براسم قلب بموجات افردي وصلنا لتشخيص ساعات بنعمل القسطرة عشان نقيم الحالة اكتر ونقف على الخطورة والايكو ده بيفيدنا ان احنا بنعرف عضلة القلب كفائتها ايه وتأثير اشتران عليها ايه انا خدت قراري ان انا محتاج قسطرة تشخيصية دي في حالات معينة مش في كل الحالات لانه ممكن استغنى عن الاصطرات تشخيصية بحاجات اخرى زي مثلا المسح الزري زي مثلا الاشعى المقطع المتعددة عشرين تاجيب السبغة لو قالت الاشعى دي قالت ان الشرايين سليمة خلاص مش بحتاج قسطرة شكرا لكن قالت انه في مشكلة بعمل قسطرة عشان اقف بالزبط على تشخيص دقيق للحالة لما انا اعرف ان مثلا حد جاله جلطة في الشرايين تاجيب ده علاجه اسمه الاولي برايماري بي سي آي علاجه الاولي الاصطرة لان انا في خلال اقل وقت ممكن يعني في خلال نص ساعة ساعتين ست ساعت اقصى حاجة لازم اكون اعمله اصطرة والاصطرة دي اشيل بيها الجلطة دي واحطله مكانها دعامة ودي مفيش فيها نقاش ان احنا النقي يعني مريض زي ده ما ينفعش اقولها اعمله اشعى مقطعية لا 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 ده جلطة في القلب لازم اخش بالاصطرة دلوقتي احلله مشكلته لان الجلطة لو استمرت فترة طويلة الجزء اللي الشريان بيغزيه من عضرة القلب الجزء ده العضلة هطبوز العضلة هطبوز فبلحقها طيب ايه تاني بنحتاج له اصطرة كل اللي هي الزبحة او الزبحة الغير مستقرة او اللي هي الجلطة المكتملة او الجلطة الغير مكتملة او واحد عنده واجع في صدره اولا برضو احب الفة النظر انه الام الصدر متعددة مش فقط زبحة وشريان تاجي وجلطة الام الصدر ممكن تكون اسباب في القلب ايو يا دكتور يعني مثلا حد لو طلع السلم يقولك انا عندي يعني بنسميها باللغة العمية عندي نغذة في صدري صدري بيوجعني طب النغذة دي من ايه او بتيجي نتيجة ايه ايو النغذة دي بقى لها اسم تاني الالم لاسم تالت الوجع لاسم شوفي بقى يقولك مش مرتاح ايو بالانجليش ديسكمفرت ايو ديسكمفرت دي ناخدها بس مثلا منفعش بنوتة عندها 17 سنة لا عندها ضغط ولا عندها سكر ولا حد في قسرتها عنده القلب ولا 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 وتقولي انا بامشي يجيلي نغذة حاضر احنا خدمينك بس غالبا البنوتة دي ما عندهاش حاجة بس ما قلتش كده غير لما اعمل فحوصي عشان اطلع الاسباب ولازم وانا بشوفها في ناغل اسباب ايه اسباب الام الصدر اسباب الام الصدر يعني اما اسباب في القلب وليس كل سبب في القلب هو زبحة ممكن يكون من الجلس الهضمي ايو ممكن يكون حاجة تقلص في المريء ايو ممكن يكون التهابات في الجدار بتاع الصدر الجلد ايو ممكن يكون التهاب في العضلات عضلات الصدر التهاب في عضم الصدر ممكن ممكن اه ممكن لا ممكن يكون جلطة في الشران الرئوي الرئوي مش التاجي ممكن يكون حاجة اسمها نيوموسوركس ان فيه ثقب فيه اللي هو الغشاء البلوري ممكن يقول التهاب في الغشاء البلوري المحيط بالرئة يعني اقضي لي الاسباب بين الجهاز الهضمي القلب نفسه والجهاز التنفسي طب فيه حاجة مهمة جدا ان فيه حاجة اسمها كاردياكنيروزيس حاجة اسمها نفسية ان واحدة دي تقول لي اه ده انا عندي وجع في صدري والوجع وشكشكة وستيتشين ومش عارف ايه بس دي لازم انا احترم شكوتها ولازم ان انا اشوف برضو النسبة احتمالية حدوث المرض هل اسيت دي عندها سكر عندها ضغط هل انها كبير هل بتدخن هل كذا هل كذا كل ده مش موجود لازم برضو اطمن برأس بقلب وايكو واقول لها لا انت سليمة ماقول لها انت سليمة ممكن يكون عندها اسباب اخرى لازم اطلحها قبل ما اقول كاردياكنيروزيس دي بعد كده بقى عندنا في القلب نفسه ومش لازم الزبح ممكن ديء الصم الاورطة يعمل الام زبح ديء الصمام الاورطة حاجة اسمها ارتخاء في صمام مترالي يعمل وجع في القلب حاجة اسمها التهاب الغشاء الطموري يعمل الام في الصدر فكل الاسباب لازم تقف مخي مش كل حد يجيلي الام في الصدر اه تعا خشي قسطرة نو 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 فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها كل حاجة بيرول والروز دي مش انا اللي حطيتها دي اسمها المرشدات العالمية اللي مثلا الاورمبيان او الامريكان بيحطوا مرشدات عالمية والمصرية بتشارك او العلماء مصر بيشاركوا في ذلك عشان نعرف احنا واحد اتنين تلاتة هنتعامل مع مريض ألم الصدر ازاي طب اثبتنا ان هو زبحة هنتعامل معه ازاي وامتى هنتدخل وامتى ممكن يعمل قلب مفتوح مش لازم دعامات وممكن يبقى مريض وشرايينه مقفولة وانه لقى ستا مش هينفعك غير علاج دوائي فكل ده بيبقى عن طريق الطبيب اللي بيقوم بادراك الامر على بعضه بتحليل الالم ومعرفة الاسباب المختلفة مريض السكر لما بيجي ياخد حقن الانسولين بيكون اكثر عرضة للكورونا مريض السكر لما يجي ياخد حقن الانسولين هو عموما السكر بيقلل المناعة شوية يعني مريض السكر بتفقى منعته اقل من الانسان العادي فهو وخاصة المريض اللي بيأخد انسولين ده يا اما هو عنده من صغره يا اما هو بقاله فترة طويلة عنده سكر وقلب من الراس وكده الى الانسولين وبالتالي بيبقى هو اكثر عرضة من اقرانه يعني مثلا حد مثلا سي عنده خمسين سنة وعنده سكر هو اكثر عرضة من اللي عنده خمسين سنة سكر وهكذا فالسكر في صف ان يقلل المناعة بالنسبة لعمليات القلب المفتوح امتى بنلجأ لعمليات القلب المفتوح وامتى بنلجأ للدعمات الحقيقة السؤال ده مهم جدا هو فيه الاطار العام للعلم ان احنا بنريح الانسان ان احنا ايه بنريح الانسان يعني كلما وصلنا لعلم اكثر كلما الانسان ارتاح اكثر ولا توجد راحة ابدية او راحة مطلقة يعني لا يوجد الى الان العلاج الانجع لكل شيء وإلا يعني ورحمة الله سبحانه وتعالى قال وما قوتيتم من العلم إلا قليل وهنظل كده الى قيام الساعة لكن الاتجاه لو احنا عندنا مثلا زي بصلة البصلة دي عندها شوية بتعالجهم بالقلب المفتوح وشوية مش بالقلب المفتوح مش هنقول ايه العلم بيحاول يشيل ينقل من القلب المفتوح الى الاقل انفيزد يعني حتى في المرارة المرارة مش كانت الاول بيتعامل بفتح دلوقتي بتعامل بالمنظار ليه؟ اسهل على العيان اسهل الرزق كل حاجة بتقب الشافة على سكرين وهكذا فهو ده الاتجاه يعني مثلا فيه عمليات تانية مثلا زي البروستت بتتشيل كان الاول شيل اوبن ده بتتعامل بالمنظار فكل ما ده كل ما بنلجأ لفتحات صغيرة وبينج اقل وخياط اقل وجروح اقل كل ما يبقى ده افضل خلاص اتفقنا فهنا بقى بالنسبة القلب المفتوح بيتعامل في كذا حاجة مش فقط في الشرعين التاجية بيتعامل كمان في الصمامات لما واحد يعايز يستبدل صمام اورطة صمام مترالي بيبدله سواء بصمام صناعي او صمام نسيجي او 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 دلوقتي بدأوا بدل ما الفتحة بتبقى كبيرة اقوي بقت حاجة اسمها مينيسوراكوتر وفي حاجة اسمها الروبوت سيرجري يعني جراحة عن طريق الروبوت وفي بعد كده عملوا بقى الصمام الاورطة اللي بيستبدل من خلق اسطرة ما بيفتحش سدر خالص من شوريان خارجي اللي هو الفيمورال دا طب وده ينفع يا دكتور من غير جراحة اه مهو ينفع ايه ده نفع خلاص بس مش في كل الحالات ما زالت الجراحة لها حالتها وما زال اللي هو النون انفيزيب او اللي هو اللي س انفيزيب اللي هو حالاته فهنا بالنسبة بقى للقلب المفتوح في الدعمات زي ما حضرتك قلت في الشرايين التجاية يعني ايه الفرق بين القلب المفتوح والدعمات هنا العلم بيقول ان في حاجة اسمها سينتكس سكور سكور معين اسمه سينتكس ده اسم عالم بنقس بيه الشرايين دي وصفها ايه فيها كالسيان مفيش الاصابات على تفريعة مش على تفريعة في الشريان الرئيسي مش في الشريان الرئيسي كم اصابة عدد الاصابات طلها وبينيخل ده كله في اللي سكور ده يطلع لنا للسكور اللي سكور ده لو رقم معين يبقى جراحها مفيش كلام لو رقم قليل يبقى الدعمات مفيش كلام طب لو في النص ايه ينفع كده وينفع كده بس زي ما أرتلك العلماء عاكفين على ان اللي في النص ده يحولوه الى الدعمات ليه الدعمات ايه فتح السدر كده بيبقى اكثر صعوبة على المريض نسبيا وبذلك الكبار في السن هو اصلا بياخدوش غرف الكبار في السن ايه بيقولوا ده جراحة ده دعمات ده هنشوف يعني فيه حاجة اسمها الهارت تيم الهارت تيم في الحالات اللي في النص دي بيحصل ايه بقى الحقيقة الحقيقة في اخر مثلا عشر سنين او تطور مذهل مذهل في الدعمات والحاجات اللي كانت مستحيل تتعمل بقى تتعمل والحاجات اللي كانت مستحيل ان احنا نفكر فيها دعمات بقينا نعملها وكل يوم التكنولوجيا نفسها بتتحسن جدا 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 والدعمات بتتطور جدا وايضا الجراحة طب يا دكتور ما احترامل حضرتك النهاردة الواحد بيروحي يقولك انا هعمل دعمة يعني اكثر حاجة ما بتعديش ست شهور يقولك الدعمة تكتمت لازم دعمة تانية طب ليه كده ده دي خبرة خاصة لحضرتك اول حاجة المريض ما بيجيش يقوله انا عايز لك الدعمة بيجي انا بقوله عايز انت محتاج تعمل لما بقول في نسبة نسبة لانصداد الدعمة نسبة معترف بيها دولية زي ما قلتلك من شوية في التطعيم بتاع الكورونا في نسبة نجاح للدواء ما فيش علاج مطلق وإلا كان الانسان خلدة كان بقى فيه خلود لكن نسبة نجاح مرض مية في مية يعني حضرتك تقصد تقول ان الدعمة لما بتتركب مش ستبت ان هي تفضل تلك العمر كله ما هو بقى ايوه ليها نسبة يعني لو كانت هي مش مفيدة ما كناش ركبناها لكن فيه نسبة انسداد الانسداد ده ممكن يبقى واحد في المية واحد في المية ولا أكنه موجود ممكن يبقى اثنين لغاية اربعين ولا أكنه موجود يبدأ بعد الخمسين نشوف بقى انتشاور عقلنا هل كله بيحصلوا كده لا طبعا فيه ناس بتفضل زي الفل عشر وعشرين سنة كل الدعامة قطر الدعامة المريض نفسه ورد فعل الجسم ليه التزامه بالدواء ان الدكتور اللي حطت الدعامة كان فريدها كويس وحطتها في مكانها كويس ونوع الدعامة يعني الدعامات كمان أنواع تمام فكل ده بيتوقف عليه نسبة الانسداد اللي بتقولي عليها نسبة اللي انسداد بعد ستة شهر ده ده مش محظوظ طبعا ايو وممكن يكون الانسداد يعني عشان يحتاج دعامة تانية احنا بنشوف حالات كتير يعني مركبة دعامة من مدة بسيطة جدا تروح للدكتور يقولها انت عنديك الدعامة تكتمت لازم تركيب دعامة تانية اه مش كتير ولا حاجة هي النسبة موجودة بس يعني هي مش النسبة الاغلب ولا العام وإلا ما كانش حد لجأ لها تمام كانش حد وخاصة الدعامات اللي هي الاجيال الجديدة من الدعامات بتبقى كل يوم أحسن وكل يوم نسبة الانساد بتقل والأدوية بتاعت يعني مثلا يا فندم أنا أقولك حاجة أنا شفت ثقافات متعددة ثقافات متعددة يعني ممكن يبقى حد مثلا دكتور في الزرة مثلا مثلا يعني دكتور بس مش طبيب يعني ويقولك أنا وقفت لعلاج لأنك كنت الدعامة ليه ويقول لما أنا حلت الموضوع يا أخي يا أخي ما كانت تسأله الدكتور اللي أنت عمل عنده اسأله مش تخصر حاجة ده غير بقى الناس اللي هم مش متعلمين ويناس تانية بتستقي معلوماتها من عن نت من مواقع مشبوهة جيت لي واحدة قالت لي أن هي وصفوا لها وصفة بلدي أنها تشرب زنجبيل هينزل يسلك الدعامة قلت لها الله أكبر عليك كنا شكنا خلصنا يعني بتلاقي برضو عن نت أن واحد كاتب إزاي في ثلاث ساعات يخف الضغط ما كانش حد غلب يعني أم يعني إحنا عاديم طول النهار كل ده وفي الآخر بتقول لي هتخف في الضغط بثلاث ساعات أو هتخف في الشرنين التي يجي في وصفة بلدية ما كانش حد غلب ما كانش حد غلب يعني أنا مش ضد ذلك لكن لو مع دليل الدليل بقى ما يجيب ليش دليل يعني اللي بيروح لدجال بيقف برا اثنين تلاتة بيطبلوله يعني يقول لك آه ده ممتاز ده أنا خفيت عنده خفيت عند مين ما كانش حد غلب ما كنا لغينا العلم والمعامل وكنا اعتمدنا على هذا الرجل فهو مفيش كده يعني الحقيقة مفيش كده طيب يا دكتور بالنسبة للأسطرة نعمل حزاي وإيه المحاذير اللي بعد الأسطرة هو الحقيقة لما بييجي المريض خلاص احنا خدنا قرارنا أن هذا المريض محتاج أسطرة حاجة من اتنين محتاجة طوارئ ده بندخله على طول وبنبدأ احنا نتصرف معا والجزء ده مش مطلوب من السادة المشاهدين لكن افرض هو المريض ده أنا بقول له هتعمل الأسطرة مثلا كمان أسبوع أو كمان يومين أو بكرة بنبدأ نعمل ايه بيبدأ المريض ده نتطمن على الكيلة بتاعته لأن في أسناء الأسطرة السابغة اللي بنحقينها دي ممكن تؤثر على الكيلة لو هي متأثرة أو في ظروف معينة بنعدها واحد اتنين ثلاثة وبناخد احتياطاتنا رقم اتنين إنه هو المفروض ما تبقاش بطنه ممتلئ وهو داخل الأسطرة رقم ثلاثة إنهم بيبقى واخد علاجه علاجه يعني مثلا لو بياخد لك ضغط علاج سيولة ده في مريض يجي يقول لي أصلا ما خدتش مبارح علاج السيولة ليه بس أنا قلت هعمل العمل للنهارده يا أخي ده أنت هتتأجل بسيطة تخدش علاج السيولة علاج السيولة ده ما ينفع دعمت السد وقت وإحنا شغالين هجي فقى جلطة فهي بقى إدراك مختلف مفاهيم مختلفة من حد لحد لحد عشان كده بنطلع في الإعلام وكده نقول الكلام ده عشان حتى أتمنى أن أنت كمريض بتسمع مني هتروح بقى للدكتور الدكتور اسأله 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 الدكتور بعد كده بنجهز المريض إحنا ممكن ندخل يا إما من دراعه يا إما من الفخت فبنطلب مثلا منه حاجات معينة بييجي المستشفى بيبدأ إنه هو يتجهز التجهيزات دي بسيطة بيجيب معاه تحليله وجيب معاه فحوصه الإيكو ورسم القلب يعني مثلا ما ينفعش أبدا مريض يعمل أسطرة ومش عامل رسم القلب ده الدكتور ده يعني إزاي تطلب من مريض أسطرة ومش عامل رسم القلب إزاي إزاي فدي حاجات اسمها تجهيز لهذا المريض بعد كده أصلاق الأسطرة دي شغل الدكترة بينام بطريقة معينة ما يبقاش فيه بنج يعني ما يبقى فايق لكن بياخد بنج موضعي سواء في زراعه سواء في الفخد بتاعه أي وبيبقى أمر بسيط طيب يا دكتور يعني مدة العملية بتاعة الأسطرة تتراوح من كام لكام يعني مدة عملية الأسطرة لو أسطرة تشخيصية ممكن بتاخدش عشر دقائق طب لو أسطرة علاجية بين ركب دعمات وممكن الأسطرة تشخيصية تاخد أكتر من عشر دقائق طبعا يعني احنا شفنا حالات كتير يقولك شرايين القلب مكتومة بس ما ينفعش تتوسع لو تتوسعتها تفرقع أرفع من شعر الروس كلمنا حضرتك خلال مضبوط ساعات يعني هي بصي بقى هو احنا لما بنعمل أسطرة بنقدر نقف على اسمه وصف تشريحي للشرايين الشرايين دي مفروض القلب الشرايين التاجية فيه واحد يمين واحد شمال والشمال هو الأكبر بينقسم لاثنين واحد نازل الواحد لافف الشرايين دي منها أفرع الأفرع دي مثلا الشريان النازل الأمامي فيه منه أفرع والشريان اللي هو اللافف في الدائر اللافف ده فيه منه أفرع واليمين فيه منه أفرع ما ينفعش ان انا اجي على فرع أقل من اتنين ملي اللي هو كطره أقل من اتنين ملي أصلحه لانه هو أصلا ما فيش دعامة أقل من اتنين ملي ما فيش دعامة أقل من اتنين ملي ما ينفعش مثلا أن أنا ألاقي مثلا الشريان كله وكل الشريان صغيرة قوي مش هيتركب لها دعام مش هينفحها أنا سعيدة بوجود حضرتك النهاردة يا دكتور وشرفتني وأسعدتني يا فندم شكرا جزيلا وسكرا سيدة المشاهدين والحقيقة يعني الواحد هو اللي كان سعيد أنه مع حضرتك ونتمنى إن شاء الله يبقى في حلقات أكتر عشان نفيدي سيدة المشاهدين وفي ختام حلقتنا طبعا بنشكر الأستاذ الدكتور أحمد البربري استشاري القلب يعني أنا سعيدة بوجود حضرتك معي جدا النهاردة يا دكتور وإن شاء الله نكون وصلنا المعلومات للناس ومرسيل زق حضرتك كتير يا فندم شكرا جزيلا وبشكر حضرتك وإن شاء الله نبقى فيه لقاءات أخرى والحقيقة حضرتك يعني مزيعة جيدة جدا وإن شاء الله يبقى الأحسن إن شاء الله القادم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا أعزائي المشاهدين ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة